أصغر وحدة في البلابل صورة البلابل فمشي جاب الشريط من السوق قال ليه عزول أنا اسمي هنا ما في عندي حق ترابط الأسري كان قوي جدا جدا زمان فلما نجول حرفاوين وجول لي قوليك كسلة والبصلة الأبيضة الكبير فقالوا الله نحن مش رحناكو القورمة ولايه البصل كله كبار كبار البيت والنشأة والثقافة هي اللي بتأثر على شخصية البني آدم وما إلى ذلك بكيت بي دموحي وأنا بشاهد المنظر الرهيب فيلم أكبر الحلوة تحدينا وترسينا نجابي وفي الفيلم ده أنت حبيتيني لكن أنا عفصلك وأنا عامل نايم زي سابنة سندار سيسا بيلفت النظر إنه الخواجات أو الجنسيات الأخرى الموجودين ينجذبوا ليه أكثر للفن السوداني تجربة البلابل أو تعاونهم مع الشعر آخرين بدينا نشتهر وبدأ الأبواب كلها تتفتح في إنه الشعر كترو والملحني كترو شوفوا القصة ما في الكم القصة في الكيف كنا نتمنى إنه يكون معنا عشان هو بنفسه يوري مناسبة الغنية دي شنو بس أنا أظن إنه كانت بمناسبة إنه بس مع السهرجين في كل البيوت بعرف إنه مشاهدة عليها آه شكرا